بحثت وزارة الصحة مع مسؤولي شركة ساينوفاك بايوتيك سبل التعاون المشترك بين الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة ساينوفاك الصينية كذلك الخطوات التنفيذية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات وأوضحت الوزارة أن الجانبين قد بحث إمكانية التعاون بعين فاكسيرا وساينوفاك لإنشاء مركز للتجارب الإكلينيكية بالإضافة إلى إنشاء مركز للبحث التطبيقية داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر كما تمت مناقشة الأعمال الجارية بمجمع التبريد الجاري تنفيذها بالشراكة مع ساينوفاك